اهلا بكم البداية من سوريا حيث قالت الامم المتحدة اليوم ان ما لا يقل عن 84 شخصا تلثهم من الاطفال لقوا حتفهم منذ ديسمبر كانون الاول وهم في طريقهم الى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد فرارهم من تنظيم الدولة الاسلامية بمحافظة دير الزور وقال يانسل لايركال متحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في افادة صحافية ان المنظمة الدولية قالقة للغاية لمحنة الاف المدنيين الذين يفرون من البغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال المكثف واوضح ان مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد يأوي الان 45 الف شخص على الاقل منهم 13 الف فروا من دير الزور خلال الاسبوع الماضي لا تزال الامم المتحدة في سوريا تشعر بقلق بالغ ازاء المدنيين الفرين من مناطق الباقل الرفية في دير الزور بعد اعمال القتال المستمرة والمكثفة في الاسبوع الماضي وحده ما يقرب من 13 الف شخص منهم 90% من النساء والاطفال وصل الى مخيم الحول في محافظة الحسكة وقد وصل الكثير منهم منهكا ويعانون من الجوع والمرض ولا يزال عدد كبير من الناس يصلون الى هذا الموقع يوميا